حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظرة التميمي الأسيدي الكاتب قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين فأتيت أهلي وولدي فضحكت ولعبت وذكرت الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت نافقت نافقت فقال إن لنفعله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا حنظرة لو كنتم تكونون كما تكونون عندي لا صافحتكم الملائكة على فرشكم أوي في طرقكم أوي كلمة نحو هذا هكذا قال هو يعني سفيانا يا حنظرة ساعة وساعة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزنادي عن المرقع ابن صيفي عن حنظرة الكاتب قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس قال فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل ثم قال لرجل إن انطلق إلى خالدي بن الوليد فقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا عسي فانحدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي الزنادي عن أبيه قال أخبرني المرقع ابن صيفي بن رباح أخي حنظرة الكاتب قال أخبرني جدي أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا ابن أبي الزنادي الزنادي عن أبي الزنادي قال أخبرني المرقع ابن صيفي بن رباح أن جده رباح ابن ربيع أخبره فذكر الحديث الزنادي عن أبي 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 الزنادي